احنا هنتكلم عن فكرة هنا بقى الحاجة أو الروح اللي كانت موجودة للأهلوية امبارح وفكرة هنا الاتمئنان شوية برضو على تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الكرة وعقدة الجمعية خليني أقول لحضراتكو العمومية لشركة الأهل الكرة كان اجتماع مفروض أطلق عليه اجتماع غير عادي كان امبارح وتم تكليف المهندس عدلي القيعي برئاسة الشركة دي كانت مفاجأة يا كريم برضو الناس كتير جدا ولكن مفاجأة صار ما فيه مفاجآت بتبع مسارة دي كانت مفاجأة صارة وكمان العضوية خليني أقول لحضراتكو بالأسماء خلد عبدالقادر صاحب الخبرات طبعا الكبيرة جدا في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاختيار كمان كان وفقا لرؤية الجمعية العمومية بضرورة وجود هذا التخصص واللي بتحتاجه صناعة هنا بنتكلم كرة القدم في العموم حيساعد أعتقد كتير جدا في خلق كمان موارد مالية من خلال أفكار بنتكلم غير تقليدية وكمان عايز أقول لحضراتكو الأسماء الأخرى اللي ضمتها ضمت العضوية أيضا المهندس أحمد حسام عود هو أحد هنا الكوادر الشابة بالنادي والمتميزة جدا بصراحة وهو حاصل على عديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندال الأوروبية في مختلف هنا المجالات فهو برضو قامة كبيرة جدا وعلى فكرة خلييني أقول لحضراتكو كان كمان رئيس لجنة الشباب بالنادي وبعد كده تم تعيينه من الفيفا عضو باللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد القرى قبل ما يتولى قبل تولي المجلس الحالي فإحنا بنتكلم إن شاء الله أسماء كبيرة نتمنى أن هي بقدر حجمها أن هي تقدم برضو العديد والكثير مع النادي الأهلي شركة القرى أعتقد كيان في غاية الأهمية ومنتظرين منه كتير جدا في الفترة والموسم أكيد الجديد فكل التوفيق إن شاء الله كمان ومبروك مرة تانية ليه البش مهندس عدلي إرقية أكيد داخل يعني زي ما بتقال كده اسم أد البوزيشن يعني نقدر نقولها كده